هل بات أخيرا الحل المنشود الذي انتظره الليبيون منذ أكثر من خمس سنوات قاب قوسين من التجسيد الفعلي على الأرض ليطفي لهيب حرب أحرقت الأخضر واليابس المعطيات الإقليمية والدولية لا تعطي إجابة واضحة بل تشير إلى أن حضوض التوصل إلى حل للأزمة الليبية تبدو اليوم أكبر عكس السنوات الماضية فإفرازات الصراع الليبي خصوصا في شقها الأمني وخطر تمدد التنظيمات الإرهابية دفعت بالدول المعنية بالملف الليبي إلى التحرك نحو حل حالة الوضع وبعض الدول الإقليمية والدولية لم تنجح محاولاتها بتغريب كفة طرف على الآخر عبر الدعم العسكري كما هو حاصل مع الجنرال خليفة حفتر الذي أطل بالأمس من على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزينتسوف ولم يفهم المغزى من هذه الزيارة هل هي لتوضيع الأميرال التي غادرت البحر المتوسط بعد انتهاء مهامها أم أنها تأتي في إطار المحاولات الروسية للضفر بدور ما في الجهود الإقليمية لجمع الأطراف الليبية مصر الجارة الشرقية لليبيا ورغم دورها غير الإيجابي في الأزمة الليبية كما يرى مراقبون من خلال تدخلها العسكري ودعمها الواضح للجنرال خليفة حفتر تسعى من جهة أخرى إلى توضيح موقفها والإبقاء على خيوط الاتصال مع كل الفراقاء الليبيين وهو ربما أحد أهداف زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الفايز السراج إلى القاهرة والتي التقى فيها رئيس الأركان محمود حجازي موازاتا مع ذلك رحب وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري بالمبادرة التونسية لحل الأزمة السياسية في ليبيا والتي تشمل عقد اجتماع ثلاثي نهاية الشهر الجاري يضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر تمهيدا لقمة قادة الدول الثلاث إلى ذلك رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بالمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي للبحث عن تسوية للملف الليبي إلا أنه أشار إلى ضرورة التمسك باتفاق سخراط كمرجعية للمفاوضات المبادرة التونسية هي فرصة قد تكون الأخيرة لإنقاذ ليبيا من خطر المصير المجهول وتقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الأجنبي